ابتديت أنت بتتعلم الصنعة وبتتعلم في المدرسة واحدة واحدة كل حاجة في الكرسي كان بي... يعني الأول مثلا儿 كنت بيقطع على دسك نحن هنا بنقطع يدو على منشار تمام؟ ورساة الى مكان المنشار يقول لك هنا اليدو ما فيش أحسن من اليدو يقطع اليدسك في رايش لأ المنشار يقطع لك ما فيش رايش لما هو زى البقرة يعني هو علمي الأول بالقطع بعد العطاعية قطعت هنا بالنكسح ايه؟ نكسح الكرسي. مسورة مسورة بعد ده أيام زمانة إما كان بقى الصناعة كانت إيه؟ أيام ما كانت صناعة صناعة بعد ما دخلنا في اللحاب يعني كان فيه صناعية الصناعة يجيه أو في جنبيه لازم أعمل إيه؟ تمام مجبر ده ما فيش حاجة اسمها هتتعلق ده مجبر أنا كنت إيه؟ أنا كنت اللي هتمسك الورشة منين لازم تشربها أوه لازم تشربها ما ليه؟ لو هو مال لو أنا مش هكمل هتتقفل طبعا صح؟ صح؟ فلازم أنا كافح من اللي موجود معايا هم أنت فغزبا عنك مش بردك لازم إيه؟ هم بعد ما مكبرته أخدت الدبلوم كان إمتى الوقت اللي باباك قالك أنت دلوقتي بقيت أسطى مية مية أنا أقدر أسيب لك الورشة وأنا متطمئ لما جات له غلطة ده كان عندك كم سنة؟ لا كنت كبير برضو كنت بقلت جيش أنا عندي دلوقتي 33 أو 40 سنة ماشاء الله يعني 32 سنة أه يعني 35 سنة جات له غلطة فابطلت برضو مع تدلع بالنسبة 60 في المية برضو أنت كنت تدلع على حسه لحد ما أنت عندك 35 سنة؟ أه ده على القاضة فيه حد ما تدلعش على الله الله أرحمه والحد دلوقتي أنا شاهل أنا فاتحها دل حد النهاردة أه يعني ذكر أبويا أه فو دماغ يكفلني في ناس كبيرا من أيام أبويا الله أرحمه فحبا يقول لك اللي خلت ما ماتش طبعا سيت من الشغل والسوق كم ده كل صمعة أنا عارف كل يعني معلش شيء العجلة بيها وأدفت فيها جنيش إيه بيها طيب أنا عارفة أن أنت حتى المسامير الصغيرة ما بترميهاش وبتقول أن كل حتة وكل مصمار في الورشة دي اتعلمت بيها حاجة تمام احكي لنا بقى بعيدا بقى عن والدك وأنو كان عاد شربك الصراعة أنت لما حبتها احكي لنا بقى ابتدت تعمل إيه؟ يعني أنا النهاردة لما ابتدت المقدمة بتاعتي وبتكلم في الخير حضرتك جزء كبير من شغلك جزء خيري احكي لنا الموضوع ده والله يا صلى على نقل عليه الصلاة والسلام يعني بيجي لنا ناس بعض الناس بيصنص يا نار بيبقى على الكرسي فأولي بقول أنا عايزة غير عجلة صغيرة دواسة مش عاليف إيه؟ فأولي بقى عالي لازم أقول له إيه؟ أقول له حاضر مثلا الحساب مين جنيه قال لي معيش خمسة جنيه أنا أقول له أمني على الكرسي نقطع روح الله يستهل لك بس ربنا بيعوض بس مش كل رزق فلوخ فودي بالك الحمد لله هي مسطولة بساطة ربنا والبركة مش بكتر فلوخ البركة بالصمعة الطيبة اللي جابتنا الحد هنا عشان يبقى شرف لينا إن حضرتك معنا بقى لان دي ورشة خدمية مش دي ورشة دي ورشتنا ورشة خدمية احنا شاولين مع إيه؟ معلش أنا متأسف فيها تم معاقيم صح صح وأنا غلطان صح فحضريك لو واحد ماشي وحسيتي إن هو محتاج حاجة معاق لكن لو واحد سليم معلش أنا هطت بحقيقة وزيادة صح 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 لكن إحنا أعوز مكتبت أنا يعني ورشة خدمية وبنغذي المياه ده برضو كان من ضمن الدروس اللي علمها لك والدك الله يرحمه؟ طبعا ده أكيد أكيد ليه مفيش حد أخد حاجة في الدنيا هو أنا أبويا ما يدي الوقت تساب إيه؟ خدمة نعم طبعا بس ساب صمعة طيبة وساب ابن زي الفل هو الله يبركلك فهو ده اللي أنا بنحاول أحافز عليه على قد بعضها أممم يعني الحمد لله ولا أسجارة ولا أي حاجة ولا إن شاء الله فضل بنحاول بنحافز بش أقولك بنسبة 100% لا 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 يعني بنحاول نحنا نكمل على ما صرت لأنه برضو معلش أنا ما عملتش حاجة يعني كل الخمات بتاعته خد بلك أنا شغال أعوز من كده أنا شغال على الخمات بتاعته هو العدة بتاعته أنا ما عافش عامل عدة فعلا؟ يعني هو سيبهالك زي ما هي كده وأنت مكمل بقى لك كذا سنة أنا مكمل وما فيش الحمد لا فيش حاجة يعني يعني بفضل الله عقولك يعني حاجات ألماني شغال ألماني أنا ما عافش عامل حاجة أول أنا بعمله كرسي لكن إيه الأدوات اللي بتصنع الكرسي؟ الخمات، التنية، مش عارف إيه أنا عندي تنية بلدي بتنية للثالت دي اللي بتشوف أنا تنيتهم دول برة أوتوماتيك أوتوماتيك وحشين أنا بتنية على البلدي هنا أول هنا عم باخد وقت وطع باشقة بس أحسن من ليه؟ أوتوماتيك بس بتطلع حاجة على أبوها البلد أحسن من أوتوماتيك أوتوماتيك الشغل الحرة في الإيد أوتوماتيك أحسن الشغل أوتوماتيك أنا سمعت إن في مصانع ورش كبيرة بتجيلك تشتغلها من الباطن يجوب كراسي من نمال أوتوماتيك عشان بتعملها يدوي أحسن من المكان